السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ده الجهاز اللي قدرنا نعمله في الفيديو السابق نعمله شاحن ونقدر نشحن منه البطارية انا شخصيا شحنت منه بطارية 40 امبير زي اللي موجودة قدامكم 40 امبير وشحنت معايا بكفاءة ممتازة وشحنت كمان بطارية الموتسك وشحنت واشتغلت معايا بجودة وكفاءة محترمة وده الجهاز اللي موجود في السوق ده شغال برضو ايه بيشحن موجب وسالب زي ما انتوا شايفين وبيشحن البطارية وبيفصل عنها اوتوماتيك وبتقدر تشحن من خلاله بطارية السيارة وبيفصل عنها اوتوماتيك والجهاز اللي قدرنا نعمله ده برضو بيفصل اوتوماتيك لان احنا زودناه ببلاطة الشح علشان تتحكم فيه الشحن بتاع البطارية تفتح وقت اللجوم وتفصل عند امتلاء البطارية يعني ايه يعني هتقدر توصل ده على البطارية وتنام هتقدر توصله وتنام وتشحن البطارية لوحدها وتفصل اوتوماتيك وكذلك الامر الجهاز اللي موجود معنا انا عايز اشوف ايه الفرق بالتنين الفرق بالتنين ان انا عملت الجهاز ده بدون تكلفة يعني لا يتعدى 150 جنيه وده سعره هيتعدى لألفين جنيه لان ده شغال انفرطر وشغال شاحن في نفس الوقت دي حاجة الحاجة التانية الكفاءة في الشحن ده قدر يشحن بطارية 40 امبير ولسه هشغلولك على التمانين امبير باذن الله وهقولك انا شحنت بيه الاربعين امبير ويطلع معايا نتيجة ممتازة وكمان شحنت بطارية الموتسيكل والنتيجة ممتازة ولما شحن التمانين امبير هطلع لك بفيديو وهقولك شحنت عليه التمانين امبير ولكن اخويا اللي بشوفني الاول مرة عايز يعرف يعمل دي ازاي هسيب فيه سندوق الوصف لحضرتك الفيديو اللي قدرنا نعمل من خلاله الجهاز اللي قدامنا باستخدام دائرة الباور اللي موجودة فيه الريتسيفر القديم وكمان بلاطة الشحن اللي قلنا عليها دلوقتي علشان تتحكم في فصل وفيه تشغيل الشحن اوتوماتيك هسيبك بقى تنزل تشوف الفيديو وتدعمنا باللايك شرفنا بالاشتراك تنتظرنا في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته